هي مظاهرة يقف المشاركون فيها ضد العمل العسكري المحتمل أن تقوم به القوى الغربية ضد نظام الأسد ردا على ضربه الشعب السوري بالسلاح الكيماوي ويبدو أن مقتل الألاف منذ انطلاق الثورة في سوريا وقرابة 1700 سوري في ريف دمشق مؤخرا بالسلاح الكيماوي ليس مبررا قويا بنظر هؤلاء هذه المظاهرة في نيويورك قابلتها أخرى في نفس المدينة الأمريكية تدعم التحرك العسكري وتدعو إلى التعجيل فيه لأن ذلك بنظر المشاركين فيها يعني التعجيل في إسقاط النظام ومعه التعجيل في وقف قتل المزيد من السوريين مبررات التدخل بنظر هذا الفريق صارت أقوى بمجرد إقدام النظام على استخدام الكيماوي في ريف دمشق مؤخرا تباين الأرى بين داعم ورافيد للتدخل العسكري لا يظهر على المستوى الشعبي فحسب وإنما على صعيد المواقف الدولية الرسمية أيضا حيث تقف دول مع بشار الأسد غير آبها باستباحة الدم السوري فروسيا والصين لا تزالان على موقفهما داعمتين للنظام مهددتين بالفيتو في كل مرة يتوجه فيها مجلس الأمن نحو قرار يدين النظام ويعتزم معاقبته إلى جانب هتين الدولتين تصطف دول أخرى أقل وزنا على الصعيد الدولي ولا تعد مشاركة في صناعة القرار الدولي كدول أمريكا اللاتينية ويبدو صف الدول الداعمة لخطوة عسكرية في سوريا أقوى وأكثر دعما خاصة وأنه يضم الدول العظمى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فيما قوبلت مذكرة ديفيد كامرون بشأن الضربة العسكرية بالرفض من قبل مجلس العموم البريطاني كاندا من جانبها أعلنت أنها تدعم التدخل العسكري في سوريا إلا أنها أكدت عدم مشاركتها في حال تم التدخل بحسب ما أعلن عن رئيس وزرائها ستيفن هاربر هذه مخاطرة كبيرة للغاية ونحن ندعم حلفاءنا الذين يعتزمون القيام بعمل قوي للتعامل مع هذا الأمر في الوقت الحالي الحكومة الكندية ليس لديها خطط ليس لدينا خطط خاصة بنا لأن يكون لنا مهمة عسكرية كندية ومن بين الدول المناوئة للنظام في سوريا منفضلت التريث إلى حين انتهاء تحقيق الأمم المتحدة على غرار روما التي أعلنت عن اعتقادها بأن النظام في سوريا هو من استخدم الكيماوي في الغوطة إلا أنها اكتفت بالدعوة إلى إعطاء المزيد من الوقت لمفتش الأمم المتحدة البرلمان الأوروبي لا يزال متخوفا بشأن الخطوة العسكرية فرئيسه مارتين شولتس قال إن توجيه دربة عسكرية للنظام في سوريا الآن سيؤدي إلى نتائج عكسية على حد قوله معربا عن اعتقاده بوجود فرصة لتتوصل هيئة الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفيما تجري الاستعدادات على قدم وساق للتحضير من أجل تدخل عسكري يقول مراقبون إنه وشيك يؤكد آخرون أن المظاهرات مؤيدة كانت أو معاردة وأن الفيت المزدوج ومن دعمه لن يغير القناعة بدرورة وضع حد لنظام تطاول على الشعب وأوغل في إجرامه خاصة وأن الأمر وصل حد الإبادة باستخدام الكيماوي اشتركوا في القناة